اشتركوا في القناة كهربائية تقدر ب Q تساوي ناقص 4.8 في 10 أس ناقص 17 كولوم هل القضيب اكتسب أن فقد إلكترونات بر الإجابتك مباشرة نذهب إلى إشارة هذه القيمة ونلاحظ إن كانت مجب أم سالبة بما أنها سالبة إذن القضيب اكتسب سالب اكتسب بر الإجابتك إذن نقول له لأن شحنته سالبة إذن إذن القضيب اكتسب مباشرة إلكترونات لأن شحنته سالبة سؤال الثاني ما هي مادة تنع هذا القضيب بلاستيك أم زجاج؟ استلاحا نعلم بأن البلاستيك عندما نقوم بدلكه سيحمل شحنة سالبة والزجاج يحمل شحنة موجبة إذن مادة تنع هذا القضيب بلاستيك التعليل لأنه يحمل شحنة سالبة إذن مادة هذا القضيب هي البلاستيك لأنه يحمل شحنة سالبة إذن وهذه قاعدة نلبس قرية نواس كهربائي متعادلة كهربائيا معناه عدد شحنة موجبة فيها سيعدد شحنة سالبة عدد الإلكترونات سيعدد بروتونات بالقضيب المكهرب السابق معناه قاضي بلاستيكي ماذا يحدث لقرية في هذه الحالة؟ معناه عند اللمس كيف تفسير ذلك؟ الملاحظة تنافر القرية إذن الملاحظة مباشرة تنافر القرية عن القضيب بلاستيكي التفسير كيف نفسر؟ في التكهرب بالنمس نقول عندما نلمس قرية نقول مباشرة تنتقل كلمة تنتقل مهمة هنا الإلكترونات بما أن لدينا قضيب بلاستيكي معناه من القضيب البلاستيكي لأنه يحمل شحنة سالبة معناه له فائض من الإلكترونات إلى القرية فتصبح شحنتها سالبة لأنها اكتسبت إلكترونات فتتنافر نقع وسهل لأنه يصبح لديهم نفس شحنة سالبة السالبة بلاستيكي مع السالبة القرية تنافر ما هي شحنة القرية؟ إذن شحنة التي ستحملها القرية شحنة سالبة إذن شحنة القرية سالبة الآن ما اسم هذه الظاهرة؟ ظاهرة التكهرب هنا تكهرب باللمس ظاهرة التكهرب باللمس كيف عرفت هذا؟ لأنه قال لنا نلمس قرية الثاني الآن من أجل إنتاج تيار الكهربائي نحقق التركيب موضح في الشكل إثنان إذن هذا هو شكل إثنان لدينا هنا B هذا A وهذا C رمزه النظامي شي سمي العناصر إذن ماذا يمثل A؟ يمثل ميغناطيس B وشيعة و C يمثل جهاز القرفانوميس إذن A ميغناطيس بين قوسين عنصر محرد B وشيعة بين قوسين عنصر متحرد وسي جهاز القلفانومتر وهو جهاز يقيس شدة تيار كهربائي صغيرة جدا بالميلي أمبار والهدف منه هنا هو الكشف عن وجود تيار كهربائي ما هو الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي بهذا التركيب؟ الشرط اللازم هو تحريك ميغناطيس داخل وشيعة بالقلب منها ذهابا وإيابا بسرعة ثابتة إذن الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي هو تحريك ميغناطيس داخل وشيعة أو بالقرب أو بالقرب منها ذهابا وإيابا يجب أن نقول وبسرعة ثابتة إذن هذا هو الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي ثم أعطي مثالا من الحياة اليومية تطبق فيه هذه الظاهرة ظاهرة التي تسمى ظاهرة تحريك كهربائي يستطيع بواسطته إنتاج تيار ليشغل المصباح معناه حتى يتوهج المصباح إذن مثال دينامو الدراجة إذن يعمل بظاهرة إذن بظاهرة التحريض يجب أن نذكر هذه الظاهرة حتى أن أخذ علامة كاملة الكاهروميغناطيس ممتاز السؤال الذي يليه نستبدل العنصر C برسم إهتيزة مهباطي معناه هذا العنصر ثم مع تحقيق الشرط المذكور في سؤال 1-2 إذن إذن معناه هذا الشرط معناه أن نقوم بالتحريك ونضع رسم إهتيزة مهباطي فيظهر على الشاشة رسم المنحنة الموضح في الوثيقة أو في شكل ثلاثة إذن هذا هو الشكل هذه شاشة رسم إهتيزة مهباطي علما أن الحساسية الشقولية مضبوطة على القيمة S-V حساسية الشقولية هي نفسها العمودية ننفوط على الديف معناه ديفيزيون والحساسية الأفقية مضبوطة على القيمة S-H تساوي 5 ميلي سيجوند على الديف على الديفيزيون واحد ما طبع التوتر الذي يظهر على الشاشة عليل إذن توتر متناوب لماذا؟ لأنه يظهر على شكل خط متموج مباشرة إذن توتر قهربائي متناوب لأنه يظهر على شكل خط متموج أو على شكل نوبات السؤال الذي يليه إثنان أحسب التوتر الأعظمي Emax سنقوم بحساب التوتر الأعظمي Emax ماذا يساوي Emax انطلاق من الشاشة أو Emax هو أعلى قيمة سليلها منحنة كم لدينا مربع واحد إثنان كم لدينا الحساسية العمودية إثنان فولت إذن سنعوذ مباشرة Emax يساوي N في ASV هذا قانون يجب كتابته لأن عليه علامة وبالتعويض نجد N كم قلنا مربعين نلاحظ مربع إثنان إذنان في ASV الحساسية العمودية إثنان فولت في إثنان وتساوي أربعة أربعة ماذا أربعة فولت إذن هذا هو التوتر الأعظمي قيم صغيرة ونستطيع الحساب بدون ألحسبة الآن سؤال الذي يليه سؤال ثلاثة أحسب الضور إذن الضور هو أن يتم المنحنة دورة كاملة معناه موجة موجبة زي موجة سليبة إذن كم لدينا مربع واحد إثنان له علاقة بالحساسية أفقية كم خمسة ميلي سيجون نقوم بالحساب بحيث رمزه T يساوي أن في أسأش الحساسية الأفقية وتساوي وجدنا مربعين في خمسة ميلي سيجون وتساوي كم إثنان في خمسة عشر ميلي سيجون نحولها مباشرة إلى الثانية نقسمها على ألف نجدها صفر فاصل صفر واحد ثانية إذن هذا هو الدور بالثانية ضروري أن نحولها بالثانية الآن إجابة سؤالة الذي يليه كم مرة تكرر منحنة في الرسم إذن حتى نحسب التكرارات نبدأ إذن من هنا إذن التكرار يكون موجة موجة بزاية سالبة معناها دورة واحدة إذن تكرار أول ثاني سالبة موجة بالثالث رابع ونصف إذن أربع ونصف إذن تكرر المنحنة أربع ونصف إذن أربع مرات إذن تكرر المنحنة في الرسم أربع مرات ونصف معناها الموجة السالبة الآخرة تعتبر نصف الآن سؤال خمسة إذن التواتر أو يسمى ترد هو مقلوب الدور بشرط أن يكون الدور بالثانية ويساوي واحد على نعاوذ قيمة بالثانية صيف فاصل صيف واحد ونجده بالآلة حاسبة مئة هارد عش زد وفي الآخير ننتقل إلى الوضعية الإدماجية وضعية بسيطة إذن يمثل المخطط الوثيقة أربعة إذن هذا هو المخطط تركيب كهربائي في منزل أحمد حيث سغرب عن سبب إصابته بسدمة كهربائية لما حاول استبدال مصباح المطبخ بعد أن تأكد من فتح القاطعة مسبقا كما أن أمه اشتكت من إصابتها بسدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة الكهربائية وهتفسر سبب إصابتكم من أحمد وأمه بسدمة كهربائية ثم قدم حلول تراها مناسبة هنا نستطيع أن نضع رسم أو نستطيع أن نرسم جدول يجمع ما بين الأسباب والحلول إذن وهذا هو الجدول إذن لدينا هنا المشكلة سببها حلها إذن هكذا المشكلة الأولى إصابة أحمد الكهربائية أو مصباح المطبخ إذن نلاحظ أن القاطعة وضعت على السلك الحيادي إذن مباشرة نقول له تركيب هذا السبب القاطعة خاطئ حيث ركبت على السلك الحيادي آن ما هو الحل الآن إذن أولا قبل أن نقوم بالقيام بالصيانة أو إصلاح التركيب القاطعة نقوم بقطع التيار أولا من القاطع التفاضلي إذن قطع التيار الكهربائي من القاطع التفاضلي وإعادة تركيب القاطعة على سلك الطور مع إضافة ماذا؟ مع إضافة منصاهرة هذا ضروري أن نضيف منصاهرة جيد المشكلة الثانية إصابة الأم بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الثلاجة ما هو السبب؟ ملامسة سلك الطور ملامسة مباشرة هذا يجب أن تقوم بحفظه عزيز تلميذ معنا هذا الجدول وقد قدمته لكم في الحصص الماضية ملامسة سلك الطور للهيكل المعدني للثلاجة وعدم موجود ماذا؟ توصيل أرضي وعدم موجود توصيل أرضي الحل من السبب تعرف الحل إذن ملامسة سلك الطور عزل سلك الطور عن الهيكل المعدني للثلاجة وممكن إضافة وتغليفه موجود عزيلا وتوصيل الهيكل وتوصيل الهيكل بالتوصيل الأرضي وتوصيل الهيكل بالتوصيل الأرضي ممتاز؟ الآن نتقل إلى السؤال الذي يليه أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية كل من الأجهزة الكهربائية السابقة ومستعمليها من أخطار تيار كهربائي معناه هنا يمكن أن نكتب الثلاجة لأنه تكلم عن الثلاجة معناها أو هنا وضع جهاز آخر لا بأس سنقوم باستعمال هذا الجهاز إذن أول شيء نلاحظه أن في هذا الجهاز يوجد قيمة وقدمت لنا مباشرة معناه لا نحتاج إلى تطبيق القانون P مباشرة معناه شدة تيار كهربائي نقارنها بالمصاهرة نلاحظ أن شدة تيار كهربائي التي يحتاجها جهاز أكبر من القيمة من قيمة المصاهرة ما معنى هذا يجب علينا أن نستبدل المصاهرة بقيمة أكبر من خمسة معناه إما تساويها أو أكبر بقليل من الأفضل أن نضعها تساويها أي عشرة نضع المصاهرة عشرة ونستبدل القاطعة ونضيف المصاهرة ونضع التوصيل الأرضي إذن سأقوم بإصلاح الرسم مباشرة هنا في هذا المكان أولا التوصيل الأرضي يكون أسفل الأرض هكذا ثم السلك موصول كما نرحي الثالث المصاهرة نقوم بتغييرها بأخرى ذات دلالة عشرة هكذا نضيف منصاهرة هنا والمصاهرة أيضا هذا موضوع على سلك الحيادي إذن يجب أن نضعها هنا هذا كله خطأ نضع هنا عشرة أمبار إذن هذه كله خطأ يجب أن نضع المصاهرة على سلك الطور أيضا هنا منصاهرة على سلك الطور نقوم بإزالة القاطعة من هذا المكان معناه يجب أن نقوم بتوصيل السلك عادي دائما الحيادي يكون فارغ لا يحوي أي عنصر ونضيف القاطعة في هذا المكان معناها في سلك الطور إذن وهذا هو الرسم إذن يجب علينا أن نعيد الرسم باستعمال الألوان الأحمر للطور والأزرق للحيادي والأخضر للتوصيل الأرضي وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا الشرخ واضح وبسيط أي سؤال أو سبسار وتركوا تعليق أسفل الفيديو وسأجيب عنه في الفيديو المقبل ولا تنسوني من صالح دوائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة